وطننا وطننا ننازلوا وشان حرية شعبنا شعبنا ننازلوا وشان حرية شعبنا ننازلوا فملنا اللواء وشان حرية شعب وطن ديمقراطي للسودان وطن ألماني للسودان وطن لبرالي للسودان بروحنا بدمنا ننازلوا بعزمنا وبجحتنا ننازلوا بعزمنا وبجحتنا ننازلوا بعزمنا وبجحتنا ننازلوا وشان حرية شعبنا شعبنا ننازلوا واجن حرية شعبنا ننازلوا آسلاح Hun وشان العباه موسيقى يدلال التغير يدلال الحرية يدلال العدالة جيج واحد شعب واحد خلق القاعد عبد الواحد جيج واحد شعب واحد خلق القاعد عبد الواحد عبد الواحد للتعريب عبد الواحد للبغير عبد الواحد للعدالة عبد الواحد للحرية عبد الواحد للشرح عبد الواحد عبد الواحد اشتركوا في القناة 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 ما في عاجبوا كلنا الجيش غرب الجبل ما في عاجبوا كلنا الجيش قرتي ما في عاجبوا كلنا الجيش غيرات ما في عاجبوا كلنا الجيش الظنون كلكم جيش حركة تعرير للصدان واني اتمنى اذا داريني وصل الرسالة لابدالواحد من المفترض يتم تعرير المنطقة ونرفو تمام وباشرة كل القوى مستهدين للتعرق بولادة الوكومية انا واثق فوقكم الله اذا قاداتكم اتقدموا امانكم خرصوم هتوصل هتوصلوا مذكد وبالمناصبة زي ما واحد ذكر قبل 2011 من 2010 وجاية عشان يكون في قوى بالشكل ده كل القوى ما في انصراف الا تحرروا المنطقة ترفو تماموا لللجنة عشان يوصل الرسالة لل جزيل زورة 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 Zamora زورة زورة عبدالنصر كل القوة خلف القائد عبدالواحد كل القوة خلف القائد عبدالواحد الحرية الأدل السلامة الديمقراطية صحية وطنية خالطة إجحاً وإستماعاً بكل الرفاق الموجودين هنا من الجلد المدنيين وعلى رأسه مسيحية على رأسه مسيحية لرئيس ومؤذس حركة سوى جيدة أهل السودان أن أستاذ ابتدوائي محمد أحمد النور ومؤذس حركة سوى جيش تحرير السودان الكومنتر الضرباتي عبدالرحمن إبراهيم قدسورة والسهية مروراً بآخر جنة جيش يتمها اليوم في صلوب حركة جيش تحرير السودان من الأسكريين والسهية أيضاً للمدنيين ويخوانا أنثالي 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 يخوانا الجيش ما بتخدموا له لأنه ألينا تذهل كلام نتلك لكن ما ديرين نتكلم ولينا ديرين أفحال وذيب أواهد الرزيق كامرة مبارك قلتوك الجيش ما ينصرف من حينة إلي يمشي يحرر منطقة عشان يرتفع التمام لرئيس الحرم ولينا نمجدكم وجاهزين نمتقوم إن شاء الله بالمؤتات الأسكرية ليحرر المنطقة لتعرفها التمام ويا جيش الكلام كثير ما بفع أنتو دارين الحقيقة نحن نأكد لكم من هنا والصاحب إنو تم فصل العمل الأسكري زي ما سميتوه والأمس بخطاب الرئيس ونحن موجودين في الأرض إنو حيتم تنفيذ فصل العمل السيافي من الأمل الأسكري أي دار جاكم لابس بطلة وداري تفلسف للجيش طوالي توقفو السباق وتنفسو الكاك والبوت وتلتو كدمون وطوالي شنفو الدقيق ويجيروا ما دار زيدون طوالي أنه نحن نمسك ونبط في السجن كمان كم دير سياسة تعالنا هناك في المؤسكرات يا أمشي للرئيس كم ديرنا في المؤسكرات تجين الضوك نافذة تمشي تواجه في هذا الأمني تب سياسة هناك لكن جيش تاني ما في سياسة يا أخوانا أيضا يا جيش أنتوا بعد كده تكونوا جاهزين المحكمة الجنائية دا أصدر أمر غفض بتاع أمر البشير لكن هنينما تنفذوا ينفذوا منه جيش بتاع تحرير فيه دان جاهزين جاهزين تبوضوا البشير فلا تكونوا جاهزين تتجهوا القصر الجمهوري تجيبوا لنا أمر البشير جاهزين اشتركوا في القناة